الإدارة الأمريكية بتشير أنها ستمنع أعطاء السلاح للسعودية وفي توقيت آه أنا محتاجة إجابة حالة هل ده وارد يحصل؟ هل فعلاً؟ ولا ده كمان هيبقى ضد مصلحيتهم لأنها بتمنع يعني مصدر مهم هو كمان يطلق الرصاص على خدمي بالضبط يعني الرئيس يعني هما بيقولوا كده يعني بعض أعضاء الكونجرس بيقولوا ده ممكن يبقى أحد الأعقاب للمملكة العربية السعودية هو كمان يطلق الرصاص على قدمي يعني النهارده رئيس ترامب قال لهم أنتو أنا عملت صفقات سلاح مع ملاك العربية السعودية بـ 485 مليار دولار منها 120 مليار دولار يعني تقريباً كان أسكى رئيس التعامل مع الخليل و 385 مليار دولار صفقات سلاح نفذوا منها ما يزيتش عن 85 مليار دولار يعني لماذا تفقد الولايات المتحدة الأمريكية هذه يعني الميزة الاقتصادية الكبيرة في هذا الأزمة الاقتصادية اللي احنا عايشين فيه وشركات السلاح الأمريكية شغالة والعمال شغالين ولماذا تطلق الرصاص على قدمها وقال لهم أنتو لو ما دوتهمش سلاح هم هيغلبوا ما هياخدوا من مين؟ من روسيا ومن الصين ده أنت بالعكس أنت بتزود الماركت شير بقى للسلاح الروسي والسلاح الصيني للدول المعادية ده هاي وخلي بالك فيه مصنع صواريخ مشترك ما بين المملكة العربية والسعودية والصين تم إنشاؤه فيه المملكة العربية السعودية على طول أمريكا بعتت شركة نورس وعملوا انتاج مشترك لمنظومة الصواريخ اللي هي فاد هي يعني أكبر منظومة متقدمة أمريكية فأعتقد العلاقات الأمريكية السعودية علاقات لا تسمح بهذه التهديدات يعني عواقب الأمور وعندما سئل في سي إنيان الرئيس بايدن ما هي عواقب الأمور اللي انت بتكلم قال لا ما قدرش أقولك اللي أنا حيحصل نعمش ما عندوش حاجة تحصل الكونجرس الأمريكي لا أعتقد إنه هو هيصد القرار ضد المملكة العربية السعودية فيه قرار قانون طلع ضد المملكة العربية السعودية اللي هو تطبيق عقوبات على المملكة العربية السعودية عن أحداث ستمبر 11 وأهل الضحايا هل تم تنفيذه؟ لا تحط في الأدراك هل تم تنفيذه عقوبات عملكة العربية السعودية للعلاقات الروسية مع المملكة وزيارة تاريخية لبوتين في 2019 والسلاح الروسي ما فيش طبعا ما يقدرش ليه ما يقدرش هي الفكرة العلاقات استراتيجية ما هيش علاقات أيما على أن طرف ضعيف وطرف قوي لا هي علاقة ندية ما بين المملكة العربية السعودية وما بين والولايات المتحدة الأمريكية هل من الممكن؟ ويعلم يعلموا تماما أنهم مش حيحصل أنهم يعني هتأثر علاقات بهذه تصريحات الغير مسؤولة من بيت الأبيض ولا تعتقد أنه بدأ تخفت تخفت الحدة تخفت لدرجة دلوقتي طب لو سمحتوا ما تنفذوش القرار ده لغا ما تعد انتخابات ستمبر نوفمبر القادم وده يجوز يا دكتور ماك أن أنا أطالب منك أتدخل في شؤونك بقرار لمصلحتي أنا هل أمريكا أصبحت فيهاجة ولا خلاص هي بتترمح يعني فكرة أن هذا الطلب صعب جدا أن أتطلب من دولة علشان بس أعدي الانتخابات بتاعتي أنا أعتقد أن يعني الولايات المتحدة الأمريكية أصدرت كثير من القوانين تدخل فيه شؤون دول عديدة قانون نوبيك اللي بيكلم عنه كتير وقال لك أن هو حيتوقع عليه من الرئيس هذا القانون تم تقديمه في شهر مايو إلى مجلس النواب وقدم نسخة يعني تبقى الأصل منه إلى مجلس الشيوخ عشان تسريع الوقت ولكن مع تسريع الوقت لا يمكن يتم قبل ثلاثة أربعة أشهر بعد مناقشات الليجان وبعد كده يتعرض على الفلور يتم مناقشات الفلور يتم التصويت عليه من الجانبين ده إحنا خلاص هننخش في بالنسبة للمجلسين عشان انتخابات التجديد النصف فلا أعتقد أن الوبيك حيطلع للنور أنه بيعتبر يعني منظمة الوبيك كارتيل طبعا ده نوع من التهريج السياسي 23 دولة 13 دولة في المنظمة و10 دول من خارجها تمثل الـ 40% من إنتاج الطاقة للعالم و 85% من الاحتياطيات المؤكدة للنفط يتقال عليهم كارتيل ده بالتأكيد يعني بيسموها الدعاء الانتخابية وما قبل الانتخابات